ضق مركب شركاء العملية السياسية بهم والبحث عن الربان بتمهمة شاقة مع رغبة كل طرف بالقيادة لكن دائرة الخلافات أخذت بالتوسع حتى شملت إقالات بل فضائح فساد مالي وربما ستتحول إلى صدام مسلح مصادر سياسية حذرت من احتمال اندلاع مواجهات مسلحة بين الميليشيات الأذرع المسلحة للأحزاب في العراق على خلفية الصراع على تشكيل الحكومة بين العبادي والصدر من جهة والعامري والمالك من جهة أخرى هذه التحذيرات استندت لعدة شواهد منها استحضار تهديد العامري بإسقاط أي حكومة تشكلها واشنطن خلال شهرين في إشارة إلى غريمه الحديث وحالفه السابق حيدر العبادي المتحالفي مع مقتدى الصدر وطرفان يملكون ميليشيات منتشرة على الأرض بحوزتها كميات من السلاح تكفيها للقتال أمدا طويلا هذا علاوة على الدعم الإيراني المفتوح ومن هذا الدعم ما كشف بملف الصواريخ الباليستية التي نقلتها طهران إلى ميليشياتها في العراق وما تحمل من دلالات ووقائع دلالة الزمان تتمثل بالصراع المحموم على تشكيل الحكومة ووصول طوق العقوبات الأمريكية على إيران حد الإختناق فلجأت إلى إمداد أذرعها بالمنطقة بالذي يساعدها في الرد إن تعرضت لهجوم محتمل وهو بمثابة إنذار خطير يرجح إمكانية الانزلاق إلى مواجهة أمريكية إيرانية على الأراضي العراقية لكن صراع الوكلاء بحسب صحيفة العرب اللندنية في طريقه إلى الأفول مع خروج الأمور من يد الفرقاء المحليين وبقائها رهينة مفاوضات سرية بين واشنطن وطهران قد تجري بأية لحظة لسيما وأن ملفات الفساد التي أثار جزءا منها لعبادي لا يمكن إغلاقها إلا بتنازلات تؤدي لانسحاب الأطراف الموالية لإيران من سباق رئاسة الحكومة وهذا لا يأتي إلا بموافقة إيرانية خالصة قد لا تخرج إلا بعد تأكد طهران أنها ستحصل من الأمريكيين على ما يعوضها خسارتها في العراق ترجمة نانسي قنقر